عايزة أسألت بس السؤال في نقطة الضعفة دي هل يعني هل داود اتعاقب على حاجة زي كده؟ الرب عاقب داود؟ أنا أقول لك حاجة لما نقرأ القصة كلها الجبعونيين دول احنا بدأنا الحلقة وقلنا إن بني إسرائيل كان حواليهم شعوب بتعبد أليها غريبة مش كده؟ وكانوا بيقدموا ولادهم للأليها بتعودهم ويحرقوهم للأليها بتعودهم الجبعونيين دول أصلاً مش إسرائيليين مش من بني إسرائيل أمم دول أمم ما سمعوش الشريعة فهم عايزين غالباً يرضوا إله إسرائيل بالطريقة بتاعتهم واغدبالك فقالولوا عايزين نقدمهم كده عايزين دول فذكر اللفظ إن نقدمهم نسلوبهم للرب كأن بيرضوا إله إسرائيل بنفس الطريقة اللي الشعوب دول جايين منهم إن بيقدموا أولادهم محرقات للأليها بتعودهم على أساس ربنا يرضى آه آه لأن جايين دي خلفيتهم عارفة زي لما واحد ييجي مثلاً أفترض واحد بوزي جهل المسيح بخلفية البوزية مش من أول يوم مش من أول سنة بيبعندوا بعض المعتقدات الكالتشر بتاعه جاي بيها فدول جايين بنفس أفكارهم فالمهم داود أخطأ زي ما قلت وكل الدارسين يقولونا الآتي يقولونا إن لما نقرأ القصة دي نلاقي إن داود أخطأ وإن الجبعونيين أخطأوا يعني الغل جواهم لا عايزين نصلوا بأبناء شاول في غل في حجب بس حقهم يعني الطبيعة البشرية دي حقهم طبعاً وإن الشعب اليهودي كله غلط ليه الشعب اليهودي كله غلط لأن يوم ما شاول قال نقتل الجبعونيين وناخد أرضهم وناخد بيوتهم وناخد البهايم اللي عندهم الشعب فرح ما قالت شاول انت بتغلط فشاول غلط وأولاده غلط وداود غلط والجبعونيين اللي ساكنين وسطهم غلط والشعب اليهودي غلط فكل الدارسين بيقولولنا لو بيربطوا ما بين سموئيل الثاني 21 والقصة اللي جاية بعديها على طول فأصحح 24 ولما نقرأ القصة يقول الآتي عادة فحمية غضب الرب على إسرائيل فأهاجى عليهم داود قائلاً امضي وحص إسرائيل وراح داود عد الشعب وراح الرب بعث له جاد النبي وقال له اختار عقاب من ثلاثة إما جوع ثلاث سنين أو تهرب قدام أعدائك ثلاث شهور أو وبق ثلاث يام واختار داود عقاب الوبق ومات من الشعب أكتر من سبعين ألف والناس تسأل ليه العقاب دا كان عشان الخطأ دا لأن الرب بنقول واحدة من الدروس اللي لنا كلنا اللي لكل واحد من السادة المشاهدين بيشوفنا الوقتي إن الرب لا يتهاون مع الخطأ لما موسى غلط الرب اداله عقاب قاسي وحرمه من دخول أرض الموعد لما داود غلط الرب عاقبه في مرة قبل كده لما هنا داود وكل الشعب كان عقاب جماعي للكل فالرب لا يتهاون مع الخطأ احا